أهلا بكم في قناة فوكايرة وحكايتي مع حب الشباب حكاية طويلة جدا رحلة طويلة هشارك فيها أهم المحطات والمعاناة معاناتي مع حب الشباب وزاي قدرت أن أنا أتغلب عليه في النهاية بشكل طبيعي أنا تريزا خليل كاتبة مخرجة أفلام تسجيلية وعلى قناة فوكايرة تحديدا بشارك أسلوب حياتي وده فيديو في سلسلة اسمها حكايات وحكايتي مع حب الشباب القناة كما تعلمون بتحاول توصق لاهتمامي بالحياة الصحية بأن أعيش بشكل صحي وواعي وكنت لاحظت في التعليقات كان فيه مناظرة بين بعض المتابعين إن واحدة بتقول إنه المفروض إن أنا بعيش بشكل صحي ولكن بشرتي يبدو إن هي مصصحية وحد الثاني رد عليها لأ لأ على فكرة بشرتها صحية جايز الفيديو ده مش باين فيه فالحقيقة إنه الواحد بيهتم بالحياة الصحية لأن هو جاي من رحلة مرضية أو تعرض لمعاناة المرض يعني أنا أعتقد إنه قليل جدا لما حد يبتدي يهتم بالحياة الصحية بدون معاناة إلا بقى إذا يعني أنا بعمل مثلا بروموشن لمنتج معين أو يعني بسوق لحاجة في الحياة الصحية فآه لازم أطلع بقى ووري إن أنا سوبر موديل وإن أنا يعني بيرفكت في كل حاجة لكن الحقيقة هي إني بدايتي مع الحياة الصحية واللي ما زالت مستمرة لحد الوقت بصلح وبعدل وفي حاجات بجربها وفي حاجات جايز تنفع في وقت وما تنفعش في وقت تاني فآه يعني أعتقد من الحكمة إنك لما تشوف حد بيحاول إنه يعيش بشكل صحي إنك تبقى عارف إنه هو أكيد عنده قدر من المعاناة وإنه المعاناة دي لو ما كانتش موجودة إحتمال كبير جدا إنه هو مش هيهتم بالحياة الصحية لأنه يعني لو أنا باكل جونك فود وعيشة في التلوث وحياتي كويسة أنا هاهتم ليه بإن أنا أكل بشكل صحي أوكي بعد ما نحينا ده جانبا حكايتي ما أحب الشباب الحقيقة بدأت من قبل ما تولد من قبل ما تولد بكتير لأن أعرفت إنه جدتي أم أبي كان عندها حب شباب عنيف جدا وكان طبعا في الوقت دالت سيكن في الخمسينات مثلا ما كانش فيه يعني معرفة بيه ممكن يتعامل في الحالات دي فكانت بتعاني معاناة شديدة جدا ولأنه أحب الشباب يعني في وشك كده وبيأسطر على ثقتك بنفسك وكمان هو يعني شكله مش لطيف فيعني مرض موجود في الوش والوش هو الايدي بتاعك هو اللي يعني الناس أولا بتقابلك بتحكم عليك من خلال وشك فهي رغم كده ولأنها كانت في عصر يعني ما كانش فيه اختيار كتير فقدرت إنها تتجوز وتنجب أبناء وابنها الأكبر اللي هو أبي برضو ورس حب الشباب وكان حب الشباب عنده عنيف جدا برضو شرس وكان ده في السبعينات بقى وحتى في السبعينات ما كانش برضو معروف له حل يعني فكان بيحاول يعني كل كان بيحاول أبي إن هو يعمله إن هو لو في حبها يحاول يعصرها يفضيها من الحاجات الصديد اللي فيها وكده فسابت أثر وفضل يطلع له حب شباب يعني أنا أعتقد لحد ما كان في الأربعينات لهذه الدرجة فإنما إحنا الموضوع ده في العائلة يعني فضيع ومش كل الناس بتورسوا يعني مثلا أنا عندي أنا عندي ثلاث إخوات تانيين أنا وأخويا بس اللي عندنا حب الشباب اتنين إخوات تانيين ما عنده هومش فالله حصل لإني طبعا كنت قلت فيديو قبل كده قداما أقول له ماما يعني يا ماما ما جي تقدم لك شفتي وش وعامل إزاي مش تفكري في أولادك يعني لما كان عندي تقريبا 15 سنة وأنا في سنوي بدأ يطلع لي حب الشباب وروحت للدكتور الجلدية يعني التصرف طبيعي جدا والدكتور إداني صابونة أعتقد اسمها ديرماسيد حاجة أسدك كده لغسل الوش وإداني كريمات مضادات حيوية أحطها على وش وعملت كده وخفيت بعد حوالي سنتين وأنا تقريبا 18 سنة وفي الكلية بقى أول سنة ليا في الكلية أمورة جدا مقبلة على الحياة بتفتح زي وردة بتتفتح يعني وجات لي نوبة تحب الشباب تاني ولكن المرة دي بقى كانت شارسة جدا لدرجة إنه الناس كانوا بيوقفوني في الشارع ويقولوا لي يا بنتي انتسابة نفسك كده ليه ما تروح تتعالجي وأنا كنت في الوقت ده بتعالج عند أكبر ده كثرة في مصر في القاهرة أستاذ مش عارفة رئيس قسم إيه ولكن الموضوع كان فعلا شديد جدا مرة كنت ركبة مع سواق تاكسي فلاقيته بيقول لي انت جربت الترمس تطحاني ترمس وتحطيه على فكنت طوال الوقت كده ماشية الناس عما تديني في نصايح أعمل إيه أو إنه هما بيتسألوا أنا ليه مش بعمل حاجة عشان أخفف نفسي على الجانب الآخر أنا طبعا كنت قمة الأسى والأسف ومش عارفة أعمل إيه وبروح لأكبر ده كثرة زي ما قلت وأي حاجة بالدهاني بعملها أي حاجة بيطلبوها مني أنه فيه يعني معينة مثلا تكليش شوكولاتة عدت سنين كتير في حياتي ما باكلت شوكولاتة محرومة منها لدرجة إن كانت أمنيتي في الحياة إن لما أعرف أنا هموت إمتى هشتري كيلو شوكولاتة وأكله كله أكيد طبعا أثر على ثقاتي بنفسي وما كانش في الوقت ده فيه إنترنت مفيش واعي مفيش أوبشنز كتير فكنت بعمل أحسن حاجة ممكن تتعامل وهي أن أنا أروح لأجدحة داكاترة فكنت بروح لدكاترة الجلدية ومنهم يعني غالبا كانت العلاجات هي إما صابون إما كريمات أنتبيوتك إما مضادات حيوية تبلعها فأحد داكاترة عبقاري طبعا رئيس قسمة يعني أداني أنتبيوتك قال لي تاخديه كان أنتبيوتك بينسلين تاخديه لمدة ستة شهور عبقاري يعني أنا مش يبدوش دكتورة عبقاري طبعا إحنا بمعرفتنا دلوقتي مش محتاجة أكون دكتورة عارفين إنه المضادات الحيوية لها تأثير سيء جدا على جسم الإنسان بتقتل البكتيريا اللي في الأمعاء الجود بكتيريا وبتضعف المناعة وطبعا للوقت البشرية عرفت إن إنت لما تدي أنتبيوتك عمال على بطال إنت كده يعني هيجي وقت الأنتبيوتك دي مش هتساعدك خلاص جسمك هيبقى أخد عليها ومش هتجيب نتيجة فالمهم أنا زي المريضة الشطرة ده كان زمان طبعا دلوقتي أنا مريضة غلصة جدا وأعتقد أي دكتور هي حاول إن هو يتجنبني فمريضة مطيعة أخدت الأنتبيوتك وفعلا في الأول لتسي مثلا أول أسبوعين ثلاثة حسيت آه بشرتي بقى ما بقاش يطلع لي حب الشباب وخفيت وبعد الشهر من أخذ الأنتبيوتك فجأة طفحت كل ضربت حساسية روحت الدكتور الكلدية مش بس بمشكلة حب الشباب ولكن مشكلة حب الشباب وحساسية طفحة حساسية في جسم كله آه وبدأوا إن هما يدوني إيه؟ علاجات الحساسية سو سمارت يعني الطب الحديث تجربتي مع الطب الحديث في مناطق كتير من حياتي بتخليني يعني في قمة الدهشة من الزكاء فبدأت أخذ أدوية الحساسية مع إن أنا طبعا عندي حساسية من البنسلين إلى يعني في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي أنا عندي حساسية مش بس من البنسلين ولكن من عدد من المضادات الحيوية اللي كانوا بيحطوني عليها لدرجة إن خلاص مش فضل دلوقت غير مجموعة واحدة من المضادات الحيوية يعني بخليها لهو أشد الظروف يعني لما أبقى مضطرة جدا إن أنا أخذ مضادات حيوي فأصبحت لوقتي عندي حساسية من حوالي ثلاث مجموعات وبدأت بقى في أدوية حساسية أفيل ريتارد ده كان من الأدوية كانت معروفة زمان وكان عيبه إن هو بينايم فأنا كنت اللي هو يعني يلا مش مشكلة الواحد برضو إيه ينام أحسن ما يعيش هذه الحياة بالمعاناة اللي فيها بعد كده حصل تطور عظيم في العلم الحقيقة واخترعوا حاجة اسمها كلاريتين أعتقد ناس ممكن يكونوا كتير عارفينه وميزة الكلاريتين إنه مش بينايم دوا حساسية مش بينايم طبعا قعدت عليه برضو فترات طويل لحد ما بقى عندي حساسية من أدوية الحساسية ووصلت للمرحلة إنه أنا دلوقتي ما قداميش أو الدكاتري قالولي إن أنا قدامي الكورتيزون طبعا أنا ساعتها بكلة المعلومات اللي عند الواحد كنت عارفة إن الكورتيزون ده حاجة يعني مش كويسة يعني شفروض أن إنت تاخدو فهانا بقى خبطت في حيطة سد حب شباب حساسية ماذا أفعل؟ بالتأكد الموضوع كان مأثر على حالة النفسية ما كنتش بتصور في الفترة دي يعني أنا مش عارف يعني لو لقتوني مش حتى صور لأني كنت بتجنب إن أنا أتصور كل ما أروح للدكتور أقول لهم تبقى المعاناة دي هتخلص فيقول لي مثلا لما توصلي 25 سنة وصلت 25 سنة ولسه بيطلع لي حب شباب ومنع نفسي بقى من اللب ومن الشوكولاتات يعني أي حاجة ممكن دهنية كده أنا وشكا دهني جدا وبغسل بصبونة الأسد وبحط مش عارف إيه وكل الكلام ده لما تبقى 26 ستة وعشرين وليسه بيطلع لي حب شباب 27 وليسه بيطلع لي حب شباب فأنا شايفة مثال قدامي أبي لحد سن الأربعين بيطلع لي حب شباب فمن هنا بقى الواحد بيبتد ان هو يدور على طرق بديلة يعني اللي يخليك انك تسيب المين ستريم اللي هو الطب الحديث وتروح تدور على حد بيعمل حاجة غريبة أو مختلفة إلا إذا انت سو داسبرت يعني ما عندكش أمل في الوقت ده كانوا زمايلي اللي عندهم حب شباب وكان عنيف زي كده كانوا بيعملوا حاجة اسمها تقشير كيميائي كان طالع جديد كده وحاجة لطيفة جدا تتأشر كيميائيا بس أنا ما كنتش حبة كده إلى أن في يوم من الأيام في حد اقترح علي دكتور جلدية الدكتور ده في مصر في القاهرة وبيفكر بره الصندوق بيعمل حاجات تعتبر غريبة ودي ميزة لأنك تعيش في دولة عالم ثالث عن أنك تعيش في دولة متقدمة لأنه في أوروبا مثلا فيه سيستم صارم جدا الدكتور ما يعرفش لو يروح يمين ولا شمال فيه بروتوكولات معينة بتتعامل لازم يعملها فهتروح للدكتور أي دكتور هتروح له في أوروبا زيت زي عبيت زي نطات الحيط كلهم لازم يعملوا نفس البروتوكول ونفس السيستم فبيدوك مثلا في الوقت ده معروف انه هتدي موضات حيوي يتدي موضات حيوي يعني في أوروبا والدول متقدمة الطبيب لازم يطبق البروتوكول ولازم يخضع للنظام لأنه لو عمل اللي مفروض يتعامل والمريض مات فليس عليه حرج لكن لو حبي يعني يتزاكى كده ويجرب حاجات برا صندوق والمريض مات يبقى مستقبل وضاع في مصر الموضوع ما كانش كده ممكن الدكتور مثلا في دكاترة كتير جدا بيحاولوا يستعملوا حاجات طبيعية فكان منهم الدكتور ده هو كان دكتور عجوز جدا وكان العيادة بتاعته قديمة وكتب لي على حاجة يعني ناتشرال وهي بزرة القطونة عرفت بعد كده انه بزرة القطونة دي هي السيليم حسك بالانجليش وكنت عملت فيديو عن السيليم حسك على القناة لان ليستعملات كتيرة تانية كم يعني مصدر غزائي بس عايتها انا مكتش عارف انه كنت عرف بس ان دي بزرة القطونة وكمان بزرة القطونة كنت بيجيبها في مصر تختلف عن شكل السيليم حسك اللي انا ورقته في الفيديو بتاع السيليم حسك بس هوا نفس الفكرة ان انت بتحط شوية بزرة القطونة عليهم مية مغلية ويبتدي انه يبقى الجل تحط الجل ده على البشرة وبتدي يمسك شوية شد البشرة وكان عاجبني فيه ان هو بيشد بس جنتل من زي الترمس الترمس اللي ما تشوش ده اللي كان بيقولولي عليه كان قاسي على وشي لانا وشي تعبان وفيه حساسية وكده فكنت بس تعمل بزرة القطونة دي قاعدت سنين استعملها ولاحظت نتيجة على طول يعني بقى يعني مش بس ان هو بيساعد في ان لو عندي حبوب او كده لكن كان عندي مشكلة ضخمة وهي موضوع الاثار انه يحب الشباب بيسيب اثر فالجلد تلاقي انه مثلا انما بص على ابي وشه كان متحفر جامل جدا وقاعدت كده طول عمره لكن مع بزرة القطونة ممكن تقول انها بتعمل تأشير بس تأشير طبيعي جنتل فكنت بس تعمل بزرة القطونة الجل يعني دي اللي قاعدت عليها بقى سنين بعد كده لو في اي مشكلة باخصل بمية فقط يعني ما بحطش صابون او كيميكال زي باية حاجة وبحط الجل وبعد كده بشيله بالمية نجي بقى للحساسية الحساسية فضلت معي طبعا خلاص جهاز المناعة بتاعي ضرب فكل شوية طلعلي الطفح لما مثلا موسم معين او حد دايقني يعني ايا كان السبب فجأة لقيني بو طلعلي حساسية حساف والشي فساعتها كنت بدأت ان انا اتعرف على الماكروبيوتك وكنت بعمل شوبينج في محل في القاهرة بتاع ماكروبيوتك صغير كده فلاقيت عندهم كروت دكاترا بيستعمله الطب بديل كان منهم دكتور كان اسمه كان لسه راجع من اليابان كان واخد معرفش دراسة ما وعملي انا عندي حساسية من البنسلين صح بسبب الدكاترا وكمل انتيبيوتك الدهولي فهو عملي خلطة اه نفس اعرف الخلطة دي فيها ايه عملي خلطة بالبنسلين طبيعي بنسلين طبيعي كزي كريم كده كنت بحطه اول ما يطلع للحساسية دي واح بارد دانواسلة يعوان فجبتم يعني استعملت الوصفة دي مرتين اعتقد في سنتين كان مثلا في الربيع يطلع لي طفحة حساسية فاحطت الخلطة دي وبعد كده سنة كمان وبعد كان بقيتش تجيلي تاني خالص اخويا كان عندو حبشار برضو شرس اشرس مني الحقيقه وكان نفس الكلام كان بيحكيلي انه ازاي كان مأثر على اصدقاته بنفسه حتى انه يعمل جوب انترفيو يعني يروح يتقدم الوظيفة كان بيعتقد انه فيه وظائف كتيرة ما اتخدش فيها بسبب حب الشباب هو بقى يعني قصة حياته مختلفة عني لانه هو سافر امريكا وفي امريكا في الوقت ده كان فيه داوة عادنا ندورنا وهو لقينا انه هو داوة تسمح بي او الف دي اي سمحت بي يعني في الثمانينات لكن فضل انهما يعملو له تاست يختبروه يعني وكده الحد ما اخويا كانت اعتقد في منتصف التسعينات او حاجه كده كان الدوة موجود ممكن انك تستعمله وكانت بيوعد بانه يساعدك في ان حب الشباب لا يظهرش عندك الدوة ده اسمه فاخويا مختلف عني تماما اخويا يعني بيعتقد انه السبب ان حب الشباب عنده كان سيء انه هو كان في مصر وانه دا كترة في مصر ما كانوش عارفين يعالجوه ما اعتقدش انه هذا اللي حاصل اللي حاصل انه نفس العلاج ده اعتقد كان موجود في امريكا برضو ولكن جايز امريكا كانت سبقة شوية بانهم عملوا الدوة الجديدة والدوة ده كان زي ما قلت بيمنع حب الشباب من الظهور ولكن كان عنده بعض الآثار الجانبية زي مثلا انه ما ينفعش انك تكون بتاخده وتجيب طفل لانه الطفل هيطلع مشوه لازم انت على الدوة ده انك تعمل تحاليل دم باستمرار عشان هو بيأثر على وظائف الكبد الدوة ده احتمال يسبب لك اكتئاب اخويا زي ما قلت مختلف عني هو يؤمن بالطب الحديث الى اقصر درجات يؤمن بالفاكسين يؤمن بكل الحاجات دي مع الطب الحديث الى النهاية وكان عايز اتخلص من حب الشباب فلم يتردد في ان هو ياخد الدوة ده وكان فعلا بيعمل تحاليل الدم باستمرار بيقول ما جالهش اكتئاب ولا اي حاجة ما جابش اطفال في الفترة دي ولما جاب اطفال بعد كده اطفاله كويسين يعني نورمل وبيقول انه الدوة ده غير حياته للأفضل بيقول اتشينج ماي لايف وحتى دلوقت بينصح ان ابنه كمان ياخده رغم ان ابنه مش عايز ياخده لانه مش عايز يعمل تحاليل دمه وكلام ده فادي تجربة تانية عشان يعني ما عارضش بس ان انا اقول انه الطب الحديث من تجربتي انا ومن رؤيتي الشخصية ما نفعش معايا لكن من تجربة اخويا لحد دلوقتي انه هو يعني اخد الدوة من حوالي مثلا اقول انه 20 سنة مثلا وبيقول انه ما كانش فيه اعراض جانبية طب اخويا ازاي بقى قدر انه يتغلب على الاثار الحفر اللي بيسيبها حب الشباب هو عمل حاجه اسمها فيلنج كولاجين فيلنج حقا بتتحط في اماكن الحفر وقال انه يعني انه الحفر دي او الاثار الندوب اللي كانت موجودة كانت مش ظهر اوي هو في سن الشباب لانه البشرة كانت مشدودة ولكن لما بدأ انه هو يتقدم في السن هو اصغر مني باربع سنين يعني عنده تقريبا اربعة وربعين سنة فحتاج انه بدأت الحفر دي تبان لما الوش بدأ انه يعني يتهدل شوية بيحقن بالحفر دي المفروض بتقعد حوالي خمس سنين فطبعا انا من وجهة نظري انا محبش ان انا اعمل الحاجات دي لاحب اخد ادوية لها اثار جانبية ولاحب ان انا احقن حاجات في وشي احب استعمل كل شيء يكون طبيعي ولكن عشان اكون عارضت كل وجهات النظر وكل التجارب والفيديو يكون اكثر ثراءا فهذا ما كان دي تجربتي انا دي تجربة اخويا انا بقلي كتير جدا بس تعملش بزورة القطونة دي يعني بقلي سنين كتير حوالي عشر سنين تقريبا لانه وصلت اعتقد لسن معين ما بقاش يطلع لي حب شباب وكمان اعتقد ان انا غيرت نظام اكلي لكن في فترة من الفترات كنت عايزة بقى احقق الحلم فجبت شوكولاتات وبقيت اكل بقى شوكولاتة اوه اوه هه هه فاص genau فاانا دلوقتي يعني مش محرومة يشوجه الشوكولات الحيان فيها اشكال مختلفة من المعاناة ولكن المعاناة حب الشباب دي يعني طبقه بجيب أن يقولوا is in your face حاجة عن كده عمل لقلبك يحبها اكتر حاجة كانت بتدايقني لما كنت في الكلية مثلا ان اجد واحدة جاية وحتى بلاستر على وشيها قدي كده لماذا؟ اصلا صاد عليها فاسفوسة كنت بأحرج جبدا ان هي عشان طال عليها فاسفوسة حتى بلاستر قدي كما ينا انا اجي بعد مربطة كلي دي حكايتي مع حب الشباب لما تشوفوا حد عنده حب الشباب ياريت ان انتوا يعني تكونوا مقدرين مدى معاناة هذا الشخص اللي مرضه في وشه فهل في حد كان عنده معاناة مع مرض ظاهر لهذه الدرجة ياريت اكتبوا لي في الكومنت واشوفكم في فيديو جاي موسيقى اشتركوا في القناة